على وقع المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة عدن بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا تدور معارك أخرى رفضا وتأييدا بين داعمي الطرفين المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن قبل أيام السيطرة على قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن وزارة الخارجية اليمنية وصفت الأحداث التي شهدتها المدينة بالانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية أما الرئاسة اليمنية فقد أصدرت بيانا رسميا حملت فيه المجلس الانتقالي وميليشياته ما يحدث في محافظة عدن وفي ذات السياق رفضت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على الحكومة الشرعية بحسب اللجنة السياسيون ومراقبون يمنيون تحدثوا عن إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك المقرب من الإمارات العربية المتحدة بأنها توعدت بطرد الحكومة الشرعية والسيطرة على القصر الرئاسي في إشارة إلى أن الإمارات هي من تقف خلف تلك الترتيبات بشكل غير مباشر من جانبه دعا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إلى وقف إطلاق نار فوري في عدن مؤكدا أنه سيستخدم القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك كما دعت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها جميع الأطراف المتحاربة في عدن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة خلافاتهم أما الأمم المتحدة فقد عبرت عن بالغ قلقها مما آلت إليه الأوضاع في مدينة عدن من مواجهات دموية وطالبت أطراف النزاع إلى الركون إلى الحوار والحرص على استقرار الأمن في عدن